كمية اللي بغيت ديال صلصة البشامل كنفرغها على الكوريس ديال الطاطا كما كنت شاهدوا معي الصلصة رها عقدة ماشي سائلة يعني الوقت اللي طيبوها خليوا شوية وقتا وممكن ايضا اضفوا لها قطعتين ديال جبن المتلت او مربة بسم الله على بركتي الله المكونات عندي ثلاثة ديال ماطيشة محكوكين مزولة لهم الزريعة مع جوج فصوص ديال التوم اللي حتى هو كيكم محكوك ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون اللي ممكن تعودوا بالزيت النباتي لكم الاختيار ملح بحسب الضوق البزار اللي هو الفلفل الاسود حتى هو بحسب الضوق نشف ملعقة صغيرة هي اللي مستعملة ملعقة صغيرة مملوئة من تحميرة اللي هي فلفل حمرة حلوة ربع ملعقة صغيرة من الهريسة بودرة اللي ممكن تعودوها بالهريسة اللي كتكون على الشكل الصوص كنخلط العناصر كاملة وكنوضع المقلات فوقنات متوسطة مع التحريك المتواصل حتى كتنشف ملماء ما كيبقاش فيها نسبة الماء كتيرة رخصها تكون واحد لاصوس اللي عقدة ووقفة كما كتلاحظوه بدات كطيب كما كتاخدش لنا الوقت بزات بعدما كطيب اخر مرحلة كنضيف المعدنوس اللي كيكون مغسول ومقطاع اللي ممكن تعودوه بالزعتر الجاف اللي كاعتمادك زوين لهاد لاصوس وكيساعد كذلك على الهدم لكم الختيار طبيعة الحال كنستمر في تحريك ديالها حتى كتنشف كناكد ما كشي بقى بها نسبة الماء لاحظو كتكون واحد لاصوس اللي عقدة بهاد الشكل كناخد آآ قالب اللي غديندخله الفران خاص بالقاطن حسب الاختيار ديال كون مستطيل ولا مربع ولا دائري بهاد الشكل كنفرغ صلصة ديال الطماطم اللي طيبت وكن نوضعها على شكل قاعدة هي اللي كتكون عندي في الاسفل عاد غدينمر لتحضير الباقي العناصر الاخرى وجبة اللي كتجيل ديدة بزاف وسهلة في تحضير كما ذكرت لكم ومدق ديالها رائع جدا في نفس المقلات وضعت ميتين جرام ديال كفتا ديال الحم كنضيف لها الملحة اللي كتفقى بحسب الدوق اللي بزار نصف ملعقة صغيرة وملعقة صغيرة من تحميرا اللي هي في الفل حمرة حلوة وهدي نخلط كل شي العناصر وكنضيف زيت الزيتون مقدار ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون الدور دياله ما كيخلي عاش كتنشف نهائيا كنوضعها فوق نار مل افضل تكون مرتفعة باش ما تطلقش لكم الماء دقائق قليلة وطفيعوا لها بسرعة رها كتقين كيما كتلاحظوا كيتغير اللون ديالها وكسب قاطرية هنا كنضيف لها هاد المكون اللي كيخلي المضاق ديالها ممتاز جدا قطعتين ديال الجبن متلت وكن خلطهم مع الكفتام زيان كيعطيها مضاق وتعليكة رائعة ما كتجيش لكفتا قاسها نهائيا بفعل زيت الزيتون وقطعتين ديال الجبن متلت اللي ممكن تعاوضوه بطبيعة الحال بجبن مربح وكنت فعلي هالنار كنضيف شوية ديال المعدنوس مقطع في المرحلة الاخيرة هنا ممكن تعاوضوه ايضا بالزعتر الجاف المكون الرئيسي في الوصفة عندي هنا بطاطا خديت تقريبا 800 جرام ديال بطاطا في حدود 6 ديال بطاطات كبار مغسولين مزيان كتقشروهم وتقطعوهم مربعات لكم اختيار اما كتلقوها في الماء والملحة او كتطيبوها على البخار في الكسكاس بجلال الطرق كتنجح معكم كتصفيوها من الماء يلس لقصوها وطحنوها وهي سخونة في الطحانة اليدوية انا كنتحنها في الطحانة اليدوية وهي سخونة لاحظو كتجي رائعة جدا ممكن تمعكوها بالفوغشت وكتضيفو لها شوية الملحة و شوية البزار مباشرة كتمرو بتشكيل ديالها كتاخدو كمية من هذيك البطاطا وكتديرو الحشو في الوسط اللي هو الكفتا اللي بطبيعة الحال ممكن تعودو الكفتاب بس درد ديال الدجاج ممكن تعودو بطون كيبقى لكم الاختيار المهم هي الفكرة كنشك الكورة من البطاطا كما كتلاحظو وكنوضعها فوق هذيك اللاصوس اللي ذكرت لكم ان مخصوش يبقى فيها الماء يسكون واحد اللاصوس اللي عاقدة باش غير كتدخلوها الفران كتتماسك دقائق قليلة يعني كل شي عندنا طيب طريقة سهلة وكتجي واحد الوجبة اللي ممتازة كل شي كيبغيها وكل شي كيفضلها كنستمر بها الطريقة حتى غاد ينتاهي الكيمية ديالي كاملة ديال البطاطا من الافضل عارفو الحجم ديال القالب كتبوزع البطاطا وكذلك الحشو كيكون يعني نفس القياس ماشي غادي بقى لكم الحشو او البطاطا غاد يخصكم الحشو لها يكون كوشي بالتساوي كما كنقولو عينكم ميزانكم كتعارفو القياس صفيحة نكمل الكيمية ديالي كاملة احنا را الصلصات البشاميل كل كعرفت تحضير ديالها غادي نوضع لكم الرابط للصندوق الوصف مقادر بسيطة اللي فيها الزبدة والتحيل والحليب طبعا تلحال شوية الملحة وشوية البزار وشوية ديال القوزة محكوكا غير خصها تكون عاقدة بالنسبة لكمية هنا مستعملش نسب لطر ديال الحليب حسب الحجم اللي عندي ديال القالب وحسب الكيمية اللي بغايت سديها صلصات البشاميل كنفرغها على الكوريس ديال الطاطا كما كتشاهدوا معايا الصلصة راها عاقدة ماشي سائلة يعني الوقت اللي طيبوها خليوا شوية وقتا وممكن ايضا نضيف لها قطعتين ديال جبن المتلز او مربع كيعطيها مضاق زوين بزاف سافيكا نفرغ الكيمية ديالي كاملة وفي المرحلة الاخيرة نوضع شوية ديال فروماج محكوك اي نوع متوفر عندنا كيمية قليلة مش حاجة كثيرة بالنسبة لفران كما دكرت لكم راه كل شي طيب ممكن تشعلوا عليها غير الفوق واحد للعشرة دقيقة حتى للتناشة دقيقة ممكن تسخنوا الفران مزيان لتحت الفوق ممكن تديروا النار غير من اسفل فقط حتى كيتماسك هذيك السلصة مع المكونات الاخرى وتشعلوا الفوق بوحده واحد الخمسة دقيقة كيدوب هذيك الفروماج كيتماسك السلصة البشامل وكتقدموا الطبق ديالكم بصحة ورحة طبق لديد بزال كيستحق تجربة ديالكم وبصحتكم وراحتكم كانت معكم رايحانة كمال فرجة ممتعة في امان الله